الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بسفير جديد إلى ليبيا وسط حالة الحرب واللاسلم السيدة في البلاد منذ سنوات وقدم سفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيال الذي وصل العاصمة التونسية لأجل إتمام اعتماد سفير الأمريكي وفق بيان لسفرة واشنطن لدى طرابلس وقد اعتبر محسبون على اللواء المتقاعد خليفة حفتر الخطوة التي أقدم عليها وزير الخارجية في حكومة الوفاق مخالفة للأعراف والقوانين الدولية التي تنص على أن يأتي السفير إلى مقر وزارة الخارجية أو عاصمة الدولة لتقديم أوراق اعتماده إلى أن يسافر له الوزراء فيما رأت حكومة الوفاق أن مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير الأمريكي تمت على هامش زيارة سيالة لتونس في إشارة إلى أن زيارة لم تكن لأجي تقديم وراك اعتماد السفير ريتشارد نورلاند وتوجد في ليبيا أطراف متصارعة عديدة أبرزها حكومة الوفاق المعترف بها على الصعيد الدولي الرسمي إضافة إلى قوات اللواء السابق في الجيش الليبي خليفة حفتر الذي تتعامل معه قوى إقليمية ودولية عديدة وفيما تعتبر روسيا الداعمة الدولية الأبرز منذ سنوات لخليفة حفتر وقواته والحكومة المحسوبة عليه شأنها في ذلك شأن بضع دول عربية يوحي تقديم السفير الأمريكي وراك اعتماده إلى حكومة طرابلس بتمسك قادة واشنطن بها حكومة شرعية للليبيين خاصة بعد مضي زهاء أربعة أشهر على الصراع على العاصمة بين الطرفين المتناحرين وقد كانت الأوضاع المنية في ليبيا على طاولة اجتماع بين وزير الخارجية الليبي محمد سيالة ونظره التونسي خميس الجيهي ناوي ضمن أعمال زيارة التي سلم فيها السفير الأمريكي وراك اعتماده